ورجع نالكو تاني ورجع نالكو تاني مع الكمبيالة والسنابات لا 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 كتير علينا النهاردة انا راجع لكم بقى بحاجة ايجابية بطاقة ايجابية الحياة كلها عملية وكمبيالات وشيكات والشغل وجايم الشغل وراح الشغل طب وبعدين عايزين حد يدينا طاقة ايجابية حد يدينا شوية تحفيز حد يساعدنا ان احنا نحس شوية يلا ندي باور لأحاسسنا ومشاعرنا ونحب من قول وجديد نحب ولادنا نحب عائلتنا واسرتنا نحب شغلنا نفسه معايا ومعاياكم مشرفني في الستوديو النهاردة دكتور صلاح الحسيني اهلا يا دكتور اهلا بحضرتك منورني ومشرفني والله مشرف ومنور طبعا مصر كلها اسلاميدي ربنا ايك انا خطفتك قبل ما تسافر معلش عطلتك عن الصفر لا تحت امرك خطفتك بس عشان خاطر جمهوري جميل عايز يتعرف على حدك عرفنا بنفسك انا صلاح الحسيني استشاري صحة نفسية وباحث بالطاقة الايجابية ويعني بالليه بعض مبادرات وحيات كده الحمد لله كانت جميلة ولقد استحسام من المشاهدين كويس جدا جميلة وتستحق الجميل لانها من حضرتك ومن شخصها شكري زي حضرتك شكورك جدا اول سؤال هاسأله لك عشان نخش على طول انا عارف ان انا نتعبك سلامتك الف سلامة الله يخبرك ايه هو التحفيز النفسي والطاقة الايجابية التحفيز النفسي هو شحن وتقوية مشاعرنا الداخلية بطاقات ايجابية اللي تخلينا نقدر ننجز في المهام اللي عندنا في حياتنا بالشكل الامسل وفي اقل وقت ممكن تمام وده بيخلينا نوصل لكل اهدفنا بطريقة ثالثة وجميلة بيهدوك لان احنا عندنا دافع بيهدوك نفسي وهو انا دافع فعلا بيخلينا نوصل لده فبالتالي كل حد فينا لازف عنده القوة والطاقة الايجابية لقدر يكمل بقى حياته وإلا بيرجع طبعا لورا تمام ده التعريف الخاص بالطاقة الايجابية والتحفيز النفس وده الطريق للنجاح تمام ويوصل طبعا بقى ان فيه اكتر من مكان واكتر من حوار للتحفيز النفس فيه تحفيز ايجابي وللأسف فيه تحفيز سلبي بيقابلنا الاب اللي بيتكلم مع ابنه ويقول له انت فاشل او ابن خالتك جايب اكتر منك او ابن خالتك جايب اكتر منك او احسن منك ويقول له ايه اللي انت بتقوله ده طيب فبيقول لي لأ ده انا كده بحفزه انت جايش بتحفزه انت كده بتحبطه بالعكس بتحبطه طبعا فيه نوعين من التحفيز المادي طبعا والناس كلها معروف ان انت تنجز مهامك بمقابل المادي وبيبقى المتفق عليه او بهدية لو انا هحفز طفلة او طالب حاجة مادية او التحفيز بقى اللي هو النفسي والذاتي ان انت تقوله دايما ان انت ناجح وهتقدر توصل لكل احلامك وتبقى ليك دفع عنده كبيرة وده بيكون يا اما خارجي يا داخلي يعني انا شخصا عندي طاقة ايجابية كبيرة جدا بقدر انجز كل مهامي وبسرعة او اللي حوالي هما اللي بيدفعوني دايما للنجاح بالتالي بقى الشخص اللي هو عنده حظ كبير جدا اللي عنده الاتنين دفع داخلي ودفع خارجي اللي حوالي بيحفزوني وانا من جواي عند القابلية دافع من جوا طبعا بيفرق كتير وهنا بقول لكل امه اب ما تقارنش ابنك بابن عمه او قريبه او حتى جاره قرنه بنفسه قرنه من الحلو في المادة دي وقليل شوية في المادة التانية ما تحلمش يا بابا وتحقق احلامك فيه سيبني احقق احلم طيب هقول لحضرتك الثقة بالنفس اجيبها ازاي واجيبها منين وعمل ايه طيب مبدايا هي المسمى بتاعها هو تعبيره خاطئ بعض الشيء لان ما فيش حاجة اسمها الثقة بالنفس في حاجة اسمها الثقة بالله في النفس لان لو انا او حضرتك ما عندناش قدرة مستدامة في حياتنا اي حد فينا ممكن يتعب لمدة يوم يومين ما يقدرش حتى يشرب فبالتالي احنا ما عندناش قدرة مستدامة في حياتنا يا قدرة الله عز وجل قدرة الله في انك انت تكون قادر ان اتحقق احلامك فبتستمدها من الله سبحانه وتعالى فبالتالي بيكون اسمها قدرة بالله ان انت تقدر اتحقق احلامك طبعا الله يخليك شكري جدا ودي طبعا القدرة المستدامة ما بتبقاش موجودة غير في الخالق سبحانه وتعالى مش في البشر أصلا ولا في أي كيان تاني جميل النجاح والفشل والفرق ما بينهم واسمعتك في ندوة بتقول الفرق بين النجاح والفلاح طيب خلينا ناخد النجاح والفشل النجاح والفشل مفيش وسطية ما بينهم يا ناجح يا فشل يا إما أنا إنسان ناجح بحب النجاح وبعمل البلان للنجاح وبشتغل عليها وفبنجح وببقى سعيد بدا جدا يا إما أنا إنسان فاشل وبارسم خطة الفشل بإيه وبحب الفشل وبارسمها وببقى مستعد لها جدا وفرحم بها قوي علشان أبقى دايما كتير الشكوى ودايما أبني أن أنا في الضحية والمظلوم وبحل لنفسي أن أنا مظلوم وضحية بالفعل كده طيب إيه الفرق ما بين النجاح وما بين الفلاح النجاح أن أنا عندي النهاردة هدف أن أنا آخر السنة يكون معايا مبلغ معين أو يكون حققت حاجة معينة تمام؟ ده النجاح النجاح الرقمي طيب إيه الفلاح؟ إن أنا استمتع بنجاح أكون راضي ومستمتع بيه راضي بيه ومستمتع بيه وكمان مش بس كده يبقى عندي راحة نفسية للي أنا حققته وراضي ربنا فيه ده هو اسم الفلاح ما بين الفلاح والنجاح اللي اتنين لازم يرتبطوا ببعض عشان تراحي نفسك لو مش موجودين وحققت الرقم بس فيه ناس كتير معها فلوس بس مش قادرة تعيش سعيدة ليه؟ إنه محققش الفلاح مع النجاح تمام المرأة أمانة ما خلقت للأهانة ومبادرة الباشا اتفضل يا باشا حبيب النساء لا والله هو بس حاجة مش وحشة لا طبعا لأنك بتدفع عنهم يشرفني طبعا أنا دايما بقول للناس كلها إنه ما فيش حاجة اسمها إن المرأة نصف مجتمع المرأة هي أساس المجتمع تمام وكلنا لازم نكون معترفين بدا ماينفعش إنه إحنا نهنها ماينفعش إنه إحنا نضرها في حياتها وكل فترة تلاقي حد بيكلمنا يقول أنا عندي مشاكل كتير أو الراجل بيتطهدني والكلام ده كله غلط جات الفكرة من هنا عملت مبادرة اسمها المرأة أمانة ما خلقت للأهانة فبالتالي لطة استحسان من أكتر من مكان ومنهم جامعة بغداد بالعراق والحمد الله تعالى يعني الناس كلها بتديت إن هي تتفاعل معايا فيها قبل ما تكمل كلامك وخليك فكرة إحنا وقفنا من يلا بص للمشاهدين وقول لهم إنك بتوعد خمسين ديئة حياة إنك تبقى معانا أكتر ما تبقى في المغرب عشان خاطر المرأة المصرية وعد يلا على الشاشة على الهواء والله أنا كمان يشرفني إن أنا كن دايما معاكو وفعلا فرحان إن أنا معاكو النهاردة وهكون معاكو هنا وفي المغرب وفي كل الدول العربية عشان برضو ما زهبوش مني لكن طبعا مصر هي بلدي الأكيد يعني طبعا أنا فرحان إن أنا كن معاكو لحيا مصر ومنور مصر كلها كم يفن أوكي فالنهاردة المبادرة المبادرة دي فيه طبعا منظمة اسمها عين من الطاقة المنظمة دي هي اللي بتبناها بمبادرة كبيرة بتتبناها المبادرة كلها المبادرة الكبيرة اسمها عشها بوعي وتقبل الآخر من ضمن المبادرات اللي هنبتدي فيها هي أول حاجة كانت ليا هي لإن أنا عضو في الكيان ده فهي المرأة أمانة مخلقة الإلهانة النهاردة احنا بنتدي بقى نعد فعلا فريق ينزل يتكلم مع الناس ويفهمهم يعني إيه مرأة وإيه حققها وإيه واجباتها ومنجيش عليها تمام بس ده الشكل الطبيعي تربية نفسية لمعنى كلمة مرأة سواء كانت أم سواء أخت سواء زوجة أو ابنة أو حفيدة طبعا 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 يا المرأة كيان بجد يعني كلنا في الأساس جينا من كيان ده ما مينفعش إن احنا نهينه ما مينفعش إن احنا نتغرق عليه المرأة ما هي إلا سفينجة والله بجد حطناها في حبر هتيبقى لونها كده حطناها في شرباط هتيبقى لونها كده هتيبقى شرباط والراجل الراجل هو اللي يقدر هو الحبر وهو الشرباط أه طبعا هو اللي بيديها ده هو بقى بيبقى حبر لا لا احنا بنتكلم عن الراجل مش كله كله قاعدة شوازي احنا متنفين الحبر هم أشباه رجال لأنه دايما بقول إن فيه أشباه رجال عايشين في وسطينا وهم دول سبب الكارثة الحقيقية مش رجالة مفيش راجل يقدر يعمل ده مهما كانت الضغوط على الراجل فلازم يبقى راجل طبعا مهما كانت الضغوط الحياة الحواليكي والمحيطة بيكي عمرها متغير فيكي وما ينفعش إن احنا نقول كده لإن ما ينقدرش نقول إن احنا ينفع نكون أمع إذا أحسنوا الناس أحسننا وإذا أساءوا أساءنا لا طبعا ما ينفعش الراجل ما بدقوا ما بتتجزقش دايما أرضاء الناس غاية ولا وسيلة أنا عن نفسي ما فيش حاجة اسمها إرضاء الناس أنا أرضي ربنا الأول وأرضي نفسي وبعدين نشوف الناس إيه رأيك بقى؟ طبعا صح 100% فيش حاجة في الدنيا دي كلها اسمها إرضاء الناس خلان أقولهم كده متفقين يعني طبعا خلان أقولهم كده على قدينا إن إحنا لو حبينا نرضي إبقى حياتنا صح كده حياتنا أقصر وأجمل من إن أرضي ناس غير الطبقة الأولى لحياتي لو يفهموا كده هيرتاح أنا أقدر أرضي والدي والدتي ضر أصحاب الحقوق علينا ده الأولوية طبعا بعد كده زوجتي بعد كده أولادي بعد كده صلة الرحم يعني قادر المستطاع لأن أحيانا صلة الرحم بيبقى فيه صعوبة إنك أنت فعلا تقدر ترضيهم كلهم خاصة جوة عادتنا وتقاليدنا المصرية بتبقى صعبة شوية جدا لأيه مع العمل اللي إحنا فيه اليومين دول والحوافز دي كلها بيبقى صعب إرضاء الجميع طبعا وبعدين ما ينفعش ترضي إذا كان رب العزة إحنا اختلفنا اختلفنا عليه اختلفنا على وجود ملايكة اختلفنا على وجود الرسل على الكتب على كل شيء الحاجات دي كلها فبالتالي إحنا ما ينفعش نقول أنا هبقى موجود علشان أرض الناس ما ينفعش هترضي مين ولا مين ده بيقول إن انت بتتعالى ده بيقول إن انت لبسك مش حلو ده بيقول إن انت بخيل ده إنت لو كون يعني عفوا لو كل واحد حطيت ودنك معاه وشغلت نفسك بي هو والله هتفشل في حياتك أكيد طبعا لكن أنا لو حاولت ارضي نفسي بكل الطرق ارضاء نفسي في أني أشوف أمي سعيدة أبويا سعيد ولادي مبسوطين كل ده ارضاء للنفس طبعا فمن غير مشعور هبقى بسعد الناس كلها اللي حولها أم ارضاهم عنك هو ارضاك نفسك فأنت مش محتاجة من البشر حاجة نفس منظومة الحكومة لو سابوا الناس تنجح في المشاريع الصغيرة ده نجاح للحكومة كلها طبعا فبرضو أنا لو سبت ابني أو بنتي في أسرته يرضي نفسه ويرضي زوجته وولاده هيرضيني أنا كمان بنجاحه وتفوقه هبقى سعيد لما اسمع عن ابني كويس وبنتي عايشة حياة كريمة بالفعل ده طبعا بيحسسنا دايما ان احنا يا جماعة بجد انا بقولها ما ينفعش ان يبقى حياتنا كلها مبنية على اني ارضي جاري ارضي صحبي الناس هتقول علي ايه لأ ما ينفعش وشكلي قدام الناس انت طول ما انت بترضي ربنا وصحاب الحقوق عليك محدش كان يبقى ليه نقولهم كمان مرة نقولهم كمان مرة حياتك اجمل واقصر من انك ترضي ناس غير الطبقة الاولى اللي هما حياتك حياتة الاولى طيب خلصنا قصة ارضي الناس اديني نصيحة بقى كأم نصيحة كأم طيب هقولك النصيحة الاجمل في حياتنا حب اولادك بتعامل مع اولادك بحب وحنية بمعنى ايه طبعا احنا كلنا فكر النقطة اللي اتناقشنا فيها اه طبعا كما تدينه طبعا طبعا انا دايما بقولها ابنك لو حبتيه قوي وديت له حنية كبيرة قوي هيردهم لك لان انت زرعت ده فبيردوا بعد كده على طول لما بتكبري وتقدر ان انت تشوفي بقى ان هو حنين عليك بيطبطب عليك ولكن لو كنا في حياتهم كممولين بس وبنش بتعامل مدرس دولية ودروس ومربية في البيت برضو انا لما اكبر هيجيب لي حد يسعيدني في البيت وممردة تخدمني تحافظه بسم الله ما شاء الله لا انا فاهمة ما شاء الله فانا اللي انا عملته حنية واحتواء وحضن هيقابلني وانا كبيرة ومحتاجاء حنية واحتواء وحضن لو انا قدمتلو فلوس كاش وفيزا هيقدمهم هيقدمهم لي برضو وهمش اقصر هيبردو هيقدملي بس هيقدملي ماديات ومش هيقدملي الحب والحنين والاحتواء اللي منها كلهم طيب هتنصح ايه اشباه الرجال اشباه الرجال طيب لان الاب هو الاب يعني راجل تمام فاحنا خلينا في اشباه الرجال نقول له ما عليش تستحملونا في اللفظ وهو تحوله لرجال بنصيحة طيب اشباه الرجال هقول له والله يبص في حياتك عمتا انت جيت الدنيا دي علشان تكون راجل مش زكر فدي لها معايير ولو جيت تقرب من سكت او تتعامل معها حاجة من الاتنين هي في مكانها دا كانت بتتصان بتتهان برنسيسا لو انت عايزها تكمل برنسيسا ولو مش برنسيسا والله لو بتتهان سبها في مكانها بس ما تأزهاش لو انت قادر تاخدها عندك فتكون ملكة عندك وتجرس ليك قادر خدها مش قادر سبها في مكانها هي تواجه مصرها ولكن ما تشلش انت زنبها لان انت لو جبتها وقزيت فيها كل الاخطاء اللي هتقوم بيها كمان غير نفسيا انت حضرتك اللي هتشلها اكيد طبعا خلي بالك اعنى الناس مش فاهمة حاجة فيه ان فيه ناس بتبقى قاعدة شايفة ولادها اكلوا قد ايه من وجبتهم قبل ما هو يقوم مع صفرة او يجبع وده لازم علشان هيقف قدام ربنا اقولك حاجة تاني من صفات الرجال فيه ناس والله في جد وفي كيان كبير يبقى في شغله وكل مثلا ساندويتشة وبسكوت حاجة كده بس هو استلزطها معه فما ينفعش يرجع البيت من غير ما يجيب لنا لولاده او لزوجته لخافة قدام ربنا ويسألني ان انت استطعمت حاجة واستحلتها هم ما دقعش الله ينور عليك وقتك عدى بسرعة لان الكلام حل وطبعا لنا حلقة تانية كتير مع بعض ان شاء الله اول ما تنزل مصر تاني طبعا بإذن الله مبسوطين جدا بيكم منورنا ومشرفنا شرف لي يا الله شكرك جدا ربنا نخليك فاصل سؤير ونرجع لكم تاني اوعى تروحوا في اي حتة مستنياكم